مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله عليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع الأحد والاثنين أجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة مع هطول أمطار على فترات لكن تخف الأمطار يوم الاثنين أما اعتبارا يوم الثلاثاء فتبدأ الأجواء بالاستقرار وتبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي يوما بعد يوم مشاهدينا فاصل وانواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن الجي الرؤية الحديثة مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخارطة التي تمثل الأوضاع الجوية المتوقع يوم الأحد يوم الأحد انخفاض على درجات الحرارة في موضع مناطق المملكة أجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة مع سقوط أمطار على فترات خاصة في المناطق الشمالية والوسطى وبعض المناطق الجنوبية إربد 14-9 المرتفعات الوسطى 9 إلى 6 والمرتفعات الجنوبية 6 إلى 3 والأغوار والبحر الميت 20 إلى 10 درجات وخليج العقابة 20 إلى 9 البادية الجنوبية الشرقية 10 إلى 4 والبادية الشرقية 16 إلى 6 يوم الاثنين إن شاء الله أيضا تستمر الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة سقط الأمطار على فترات في المنطقة الشمالية والوسطى لكن يوم الاثنين الأمطار ستكون أخف من يوم الأحد ولكن تبقى الفرصة مواتية لسقوط بعض الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى إربد العظمى المتوقع 14 والصغرى 8 المرتفعات الوسطى 9 إلى 6 المرتفعات الجنوبية 7 إلى 3 الأغوار والبحر الميت 21 إلى 11 وخليج العقابة 21 إلى 10 البادية الجنوبية الشرقية 11 إلى 3 والبادية الشرقية 15 إلى 5 درجات مئوية يوم الثلاثة إن شاء الله استقرار على الأجواء وبداية الارتفاع التدريجي على درجات الحرارة يوما بعد يوم فهي تكون تقريبا درجات الحرارة والثلاثة حول معدلاتها العظمى المتوقع في الشمال 16 إلى 8 المرتفعات الوسطى 13 إلى 6 المرتفعات الجنوبية 10 إلى 4 الأغوار البحر الميت 24 إلى 12 وخليج العقابة 23 إلى 10 والبادية الجنوبية الشرقية 13 إلى 5 والبادية الشرقية 16 إلى 6 درجات مئوية يوم الأربعاء أيضا تستمر الأجواء تقريبا درجات الحرارة حول معدلاتها أجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا المناطق الشمالية العظمى 16 وصورة 10 المرتفعات الوسطى 11 إلى 7 والمرتفعات الجنوبية 9 إلى 5 الأغوار البحر الميت 22 إلى 12 وخليج العقابة 21 إلى 11 والبادية الجنوبية الشرقية 13 إلى 5 والبادية الشرقية 17 إلى 5 درجات مئوية يوم الخميس ارتفاع على درجات الحرارة أجواء مشمسة في معظم مناطق المملكة أثناء النهار درجات الحرارة حول المعدل أو أعلى بقليل العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 18 والصورة 10 المرتفعات الوسطى ما بين 12 إلى 14 العظمى والصورة 8 المرتفعات الجنوبية ما بين 10 إلى 12 العظمى والصورة 6 الأغوار البحر الميت 24 إلى 14 وخليج العقابة 23 إلى 13 والبادية الجنوبية الشرقية 14 إلى 6 والبادية الشرقية 16 إلى 7 درجات مئوية أيضا يوم الجمعة أجواء تقريبا درجات الحرارة أعلى من المعدل تظهر بعض الصحب العالية وتكون الأجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا المناطق الشمالية العظمى 18 والصورة 11 المرتفعات الوسطى ما بين 14 إلى 15 العظمى والصورة بحدود 8 المرتفعات الجنوبية 11 إلى 12 العظمى والصورة 6 الأغوار البحر الميت 25 إلى 14 وخليج العقابة 25 إلى 13 البادية الجنوبية الشرقية 14 إلى 6 والبادية الشرقية 17 إلى 10 درجات مئوية مشاهدينا شكرا للمتابعة نترككم في أمان الله شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن LG الرؤية الحديثة مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركاه للتطوير العقاري